من عشيكو بيشان عون أصواتك بالأرض وما حدا بريدك إذا كان أصواتك بالأرض سفر قال لي سفر معك والعالم تعرف عنه أنه مينوه مريعون ظلم إنسان ظلمه لن أسامح بشكل سهل كان في فساد بيزرشون أكيد كان في فساد تريد تعملي عدوات مع كل العالم وهلأ عامل عدوات مع كل الناس القانون بيروح على الجرور أنا برأيي لازم هو يبعد بنظري اليوم قائد الجيش هو الأكثر تنخينا يعني بالوقت الحاضر إذا جبران بسير عامل رأيي جوهوري دكتور مريعون بتحس إيام بيستقبلوك بس لا تهاجم النائب جبران بسير يعني الهدف إن استقبالك هو بس لا تهاجم النائب جبران بسير لك حقيقة إنه بالنتيجة عطيت عدة مؤابرات يعني من وقت الحدث اللي صار معي بالطيار الوطني حول هالموضوع بشكل إنه بتصور إنه أشبعته حديث وتفسيرات وإلى آخره أعتقد إنه وأنا شخصياً يعني هالأيام صلي مدي يعني عم بنحجب يعني طوعاً عن الظهور الأعلمي ليه؟ ليش لأنه خالص لأنه عرفت إنه صار العملية كلها كلاستيكية تقريباً إنه دايماً ليشو كيف وشو صار عالماً إنه بعرف إنه بنتيجة المفروض إنه تكون دايماً مواضيع مواضيع مختلفة وفيها كثير عنوين وفيها كثير أمور يجب أن بميكون حوار معك محصور بنائب جبران بسير وترك تكلى التية عم بتصفي العملية انه اي انه دايما شو صار وشو جرى ولاش هيك وشو هي خططك المستقبلية الاخرية انا بعتقد انه الامور يعني بالوقت الحاضر العالم صارت تعرف حقيقة اللي صار ايه بس حاضرتك وانا بارك انه في تعاطف كمان انه من العالم او من القواعد في تعاطف معي لانه بعرف تماما قواعد طيار ايه بقواعد طيار في تعاطف معي الناس بعتبروا انه حاضرتك من اللي شربوا ماي من هالبير وكبوا حجر فيه هيدا بيكون خطأ كتير فادح وكبير بحق الى قدي انه العالم تشوف تعليقات على السوشيال ميديا بشوف مرات تعرف اللي هني بقيدوا خطة جبران بالعمل او طريقته بالعمل هودا ما بيحيدوا عنه بالنتيجة لانه متكأنه معميين بنظرة معينة حول تصرفاته لجبران بموضوع الطيار بينما القواعد الاخرى اللي هي حقيقة مفكري يعني اعتلكتويل وعندها رؤية وعندها بيتدقلوا هني يعني ناشطين في عندك كتير من الناشطين حقيقة متعاطفين يعني معي بس اكيد انه الموضوع اليوم هيدا ما بيظهر اللي بيحبوا انه بنتيجة الاعلام حتى انه يظهروا هو الشئ اللي بتعلق اكيد بتتهجم على جبران بس انا انا بقرأ تعليقات انه بعتبر بعتذر على التعبير عملك نائب بقى طبا وعملوك نائب وعملوك وزير اذا اقول لك زي حاجها نبض لا خليني اقول لك ما حقك تزعل اول شي كلمة تعملوني يعني ما بتتطبق اقول لك ما تزعل على التعبير بس هيدا هيدا البقراء اكيد هلا انا بش انه عملية الدفاع عملية حق يقال انه انا بالنتيجة ماريو عون انا اصلا بالقليل بالنتيجة عم بتعاطق الشأن العام من منذ وقت كنت بالجامعة انا وقت كنت بفرنسا كنت رئيس التجمع الطباء اللبنانيين ببوردو بفرنسا وحتى انه كمان كنت عم بتعاطب مباشرة بالسياسة بدون ما ارجع له وقول انه اي حزب ومع مين وكذا ومين استقبلت عندي بفرنسا ببوردو يعني من رجالات سياسية لبنانية قشت تزورني ببوردو بفرنسا وبعدين بلبنان وقت جيت على لبنان وتخرجت كطبيب يعني جيت كملت كملت المسيرة فانا كنت عم بأسس لحالي بالعمل لعمل وطني الطيار ما في طيار وقتا يعني حتى أنا جنرال مشارعون تعرفت علي بلبنان انا متعرفت علي وقت كنت على المقاعد الجامعية تعرفت علي بلبنان وقتا بيأثر طبعا من بعد ما رجعت على لبنان بالنتيجة لأنه كانت تعرفت عليه بعد الالفان وخمسة أنا تعرفت علي بالألفين وخمسة أو قبل بشوية من الألفين وخمسة كيف تعرفتها؟ خلينا قول سنة الألفين يعني تعرفت علي بتصور في فرنسا لا أود أنا كنت تنتبهي يعني بعطيت أنه سبق وحكيت عنه لش أقول لك أنه أشبعت الموضوع أنا كنت بحركة التضامن المسيحي أنا وإميل رحمي ومارون بستاني محظوظ الألقاب وبعض الأمور إذا بدك كمال أبي فرحات يعني كان فيه عم معلش يعذروني إذا عم سميهم وقتا كنا نحن حقيقة متكاملوا كان وقتا الخزان يعني يعتبر الخزان العلمي والمعرفاتي للقوات الليبنانية بوقتا يعني بالوقع أنه أنا كنت من منطلق وطني عم بيشتغل الشأن العام بشبابك كنت ميال للقوات؟ ما مش أنه قصت ميال للقوات أنا حقيقة بعدين ولا أزال حتى وقت كنت بالطيار أنا ما كنت ميال للطيار أنا الحزبية الحزبية السياسية أنا ما كنت ما كنت حبزها أبدا لأنه عنا بربنان يعني بتاخد طابع المتذلم لحدا لأنه ما بتكون بالوقع لأنه الديمقراطية لا تطبق أعتذر بأعتذر كمان على التعبير بس إن جبرت أنه تكون زلمت جبران بسيل بمرحلة ما يعني لألك شغلي أنه هالموضوع يعني بتك أنه تطور لحاله أنه مشارد أنه صار جبران بسيل رئيس الحزب وهو حقيقة تعين رئيس حزب ما انتخب رئيس حزب جبران تعين؟ تعين أكيد دي وقته أكيد أنه فخامته شنرال ميشيل عون قبل ما يكون فخامته طبعا أنه هو يلي وقته سميه سمى جبران بسيل وقته من بعد ما كان عم يصير من بعد ما كان عم يصير فيه نوع من التزاحم على منصب رئيسة الحزب بعد تأثيس الحزب بقى على كل حال أنه بوقتها صارت الأمور أنه بالوقع الوحيد يلي منتخب نحديد اليوم بعد منه منتخب يعني شبران من هيك أنه أنا أنا بقول عليه بقوله يحيف عليك يعني بالقليل أنه تطلع بغيرك تطلع بحالك أما تطلع بغيرك شو صار لحتى قبل ما تقول تاخد قرارات معينة أنه ماريو عون خضع للانتخابات الداخلية بالطيار نعم أو لا ليش حضرته أنه طيب بالنتيجة ليش حتى ما بعد ما صار فيه استفتاء على وجوده على رأس الطيار أكيد هلأ إذا حدا بده يستطيعه أو بده يسمعه بده يقول أنه لك شو عم يحكي كأنه أنا ما عندي أواعد بقلب الطيار بلا عنده هلأ صار عنده لأنه هو عمله يعني هذه على شاكة الأحزاب يلي هي تنشأ باللبنان دايما تنشأ أحزاب لأشخاص معينة والباقيين بده يكونوا حقيقة هنا تابعين بس في ناس كمان ما نجحوا بالانتخابات الداخلية الحزبية وترشعوا انتخابات لك مضبوط لأنه هذه اللي أقول لك أنا كافية نوع من التصرف العشوائي خلينا نقول لجبران حول موضع من هذا النوع أكيد أنه في أشخاص ما شعب سميهم حتى سمي أسماء على التليفزيون أو على الوسائل التواصل حول هالموضوع أي في منهم ما هي عام لك يعني أنه بدك أنه نحن بحزب شمولي توتالي تاري رئيس الحزب هو الذي يقرر كل شيء يعني في منهم ما ترشحوا على الانتخابات الداخلية وهن حزبيين ولكن أنه خضعوا لانتخابات النيابية عملوا انتخابات النيابية بالطيار جبران بسيل يقرر كل شيء أو كمان رئيس عون من الألف لليه والرئيس عون يعني لك أنا الرئيس عون حتى كنت من القراب منه أنا قراب أكتر مقربين لا بل حتى كنت طبيب وقرب شيء للشخص بيكون طبيبه يعني هذا فيها شيء إنساني غير السياسي لك فيها إنساني هذا الأمور زعلتني كتير لأنه وقت الشبران بيأخذ قرار مثل يلي أخذوا بالانتخابات النيابية الأخيرة أنا أكيد أنه كان بيحقق لي فكر أنه ما معقول يكون أخذوا بدون أبت باط محل ما بس ولكن من هيك أنه أنا حقيقة زعلين زعلين بهالموضوع هلا هو مفرقني معه زعلين أو بيش زعلين هو بده يعمل استراتيجية براسه يعني عنده أشخاص كان بده يزيحة من الطيار لصالح أشخاص تانيين يلي هن محسوبين عليه كان هالموضوع هذا هو الموضوع الرئيسي يعني تطلع شو صار بالشوف مثلا تعرف تماما مين كان بده بالتحديد مين كان بده يعني أنه يتخلى عن بلدة طويلة عريضة مارونية دمور بالدمور يلي هي بالواقع أنه أساس بوابة الدمور بوابة الشوف هي على كل حال الدمور يتخلى عنها لصالح مرشح آخر يلي شيء من ضيعة صغيرة يعني أنشأ تكون حي من أحياء الضمور لحتى لأنه هو بريده لأنه هيدا خليني أقول هيدا شخص حدو غسن عطلة طبعا من بعد ما تم إقصائك توصلت أو حوالت أنت تواصل مع الرئيس عون لا خليني أقول لك لا ما توصلت ما توصلت لأنه حقيقة برجع مثل ما بلشت الحلقة أنا بعرف أن وصلت قبل يعني بس بلشت تحس أنه بده يتبقى رحت لعنة أنا كنت حاكي مع جنرات وصلت رسيل كمان عبد الإعلام مضبوط كنت حاكي قبل قبل هذا الموضوع كله سوا قبل ما تحصل انتخابات النيابية كل اللي صار أنا كانت تردد على أطرب عبده لعنة فخامة الرئيس وأنا من عشقه في شنعون بعدك مع حفظ الألقاب وأنا هالموضوع نبهته علي قبل انتخابات النيابية قلت له أنه حاسس أنه جبران باسين عم بيحيك شيء ما ضده شخصيا على أساس أنه نايم على حرير طلع أنه لا أبدا نايم عجوم فايس مش على حرير طمنت وقتا قلت له هيك رئيسا أنه منشوف منشوف شو بدانا أعمل بس أنا ما قدرت ولا بوقت من الأوقات أنه فخامته يسمح لجبران باسين أنه يعمل اللي بريده بشخصي أنا شخصيا لأنه برجع بقول أنه أنا حقيقة من المقربين جدا للرئيس مشال عم بقى على هالأساس هيدا أنا اليوم بعد ما توصلت معه لأنه بعد ما قدرت فك زعله إذا بدك اللي حصل بوقتها وإن شاء الله أنه نبقى منشوف بالأيام أو الأشهر أو الأسبوع القادم مش ممكن يحضل حول هالك الزموز قلت بتعشقه للرئيس عنه بعدك بتعشقه لك خليني أقول لك أنه أنا بالنسبة لأيلي طبعا أنه بأعشقه بأعشقه بش كشخص بأعشقه بالطرحه السياسي ومن هيك أنه أنا تلازمت معه وما أقول لك أنه كنت بالأول بغير موقع سياسي وإذ حقيقة بشي على الطيار لأنه بالواقع أنه تنعت بأفكاره بنضاله وعلى هالأساس هيدا نحنا شو بدنا نحنا بدنا حريري وسيادة استقلال هالبلد كنا عم نشوف أنه إنسان عنده هالمنطق وبالوقت ذاته عنده أجرأة وهو جاي من مدرسة عسكرية هو قائد للجيش اللبناني بوقته على هالأساس أنه أنا كنت بالواقع كان عندي القناعة التامة حقيقة أنه بالواقع أنه أمشي معه بهالموضوع بس أنه أنا معتبرت أنه أنا ولا يوم فتك على الطيار أنه أنا جاي يفوت على حزب سياسي رئيسه رئيس توتاليتاري معين ويبدو إلى مثله ومثل غيره إلى أبد الأبدين هذا شيء أكيد لا يجوز لأنه هذا بضر بالطيار لأنه مش بس أنا على كل حال تصرف هالتصرف معي ومرأة مرور الكرام في كتير تصرف معهم بهالطريقة هايدي بس ولكن أنا كنت اعتبر دايما أنه أمون معروف بس ما تقرب لي ما تدق فيه أنا حقيقة أنا كنت مظلوم بالشيء اللي صار بوقتها لأنه ليش أنه كان فيه إحصاءات يلي هو وقت يجاي إجال حتى يطرح معي لحتى دايزيحني يقول أنه لا أنت أي إحصاءات يوم الإحصاءات بتحطك سفر وأنا كنت حاكم مع مراجع أو مكاتب الإحصاءات يلي بتحصل من أكبره كي تتقل لي أنه أنا من طلق من 3000 صوت إلى 3000 3000 صوت بوقتها بقى أشي يقل لي أنه طلع أصواتك بالأرض وما حدا بريدك هاي بلغك أشياء أصواتك بالأرض سفر قال لي سفر معك يا شبران يا حبيبي لا بمعي سفر أضحك بقلبي بس ولكن حلت أنه حل بالتراضي أنا وياها الموضوع لأنه حقيقة حدث دموع من التحدي يعني أنه يتحدين أنا بعرف أنه أنا على كل حال يعني سمعت كطبيب يعني عندي مثل ما قلت لك بأول حلقة أنه أنا عندي اسمي اسمي بيطن بكل لبنان الطبية أنا عم بيحكي والعالم تعرف عنه أنه منهم مريعون الأخلاقه وشفافيته وطريقته بالتعامل مع العالم وإنسانيته أهم شيء كيف تتخلى عني لصالح مين دكتور نائب للأطباء سابئا بتقله زيحو لحتى تجيب محلو اللي جابه بدون ما سميه بقى هيدا شيء لا يجوز ما بيقبل فيه أنا ولا ممكن بحط على نفسي أنه أقبل بهيك تصرف منه لأنه بالنتيجة أنه تصرف بشكل كتير فوقي وأنا بالنسبة لي بقول أنه يعني بقية بقية سلطة بس أكثر من نايب نزاحه على جنب ما قاله ما طلعوا قاله اللي قلته بس طلعت بس عم تطلع بالإعلام ما عم تكون قاسي بينما فيه ناس راحوا قعدوا بالبيت رجع عزار حكمة ديب وغيرهم ما عملوا هيدا الهجوم اللي عملت لك لأقلك لأنه بالنتيجة مع كل احترام للبيئيين يعني بالنتيجة أنا فيني يقلك أنه مضبوط أنه جبران يمكن هو صنعهم بس ما ريعون بالجبران اللي صنعهم أنا فيني يقول جبران صنع حكمة ديب وحكمة ديب من قبل جبران حكمة ديب أول مرشح انتخاب للطيار كمان بيقول لك أنه أوكي بس ولكن أنا بعرف أنه حكمة أول بانتخابات لألفين وتسعة بالأول أنه لألفين وتسعة أنه يزيحه لجبران وقت اللي قاله أنه لحكمة وقت اللي قاله لحكمة أنه أنت وأنا على نفس الليح ما بيبشي الحال واحد منكم بتسعتوا بعضكم بالنتيجة واحد بد يزيح معنات أنه كان بلش المخطط ومن وقته ليزيح حكمة لأسباب تتعلق بمنطقته الانتخابية أما أما روشيدي روشي عزار بدي يقول لا روشي عزار ما كان في عنده يعني ماضي سياسي معين وقته ترشع الانتخابات وصار ونجح بالانتخابات وهي أطلع شخص كمان أنه أنا بتسأل أنه ليش بدك تغيره لرشي عزار أنه مفروض أنه يعمل دوره بفل على بيته أنه هذه هو القرارات الحزبية اللي عندك يها اليوم كرئيس حزب أول شي خذ شرعيتك بالحزب يا حزبيا خذ شرعيتك وبعدين ساعة تقضي وتحكي بمواضيع من هذا النوع وترحى بغير طريقة من الطريقة الفوقية اللي كانت عم ترحى أنا عم بقلك أنه أنا كنت مني لحالي أنه ألا أكون يعني ألا أترشح بوقته سنة لا 2018 بس ولكن ترحى من ترحى من زاوية فيها كتير من التحدي أنا ما فيني قبله على الحال في عندي كرامتي في عندي شعبي وناسي بالضمور يلي هني كتير زي علي طلع أصواتي وين راحت بالضمور اليوم راحت للمرشح يلي هو رشحه من قبل الطيال حتى يصد الثقرة بالنسبة للضمور لا ألف صوت راحوا لأحد مرشحين من الضمور و800 صوت راحوا لمرشح حيث لنجاة صريبة بقى 1800 صوت قداش أخذ ماريو عنه وقته من الضمور بالتحديد 1850 صوت بقى لايها الشغل هذا لايها العمل يلي هو حقيقة ما في شيء أبدا من النضج ومن المنطق السياسي نحنا اليوم بزمن الصوم والفصح والصفح شو بتقل له لجبران بسي فيك تبتح صفحة جديدة لا لا أنا أبدا أنا أبدا بالنسبة لقلي جبران خلاص تويط الصفحة كسر تجرة بالنسبة لقلي تويط صفحته لجبران يعني أنا عجد ما عم تسألني حضرتك بيهالموضوع عن بلاشنا حلقة بموضوع جبران ما كنت كتير يعني بس ولكن أنه أكيد أنه وقت بيحكي الواحد بطريقة اللي حكيت فيها أنا وأعرف حال ما عم بحكي أنا بالموضوع ما احترام بلا فخابة الرئيس وللجنرال مشال عون حبيب قلبي وخير كبير دائما بقل له ياهو ولو كان حقيقة ما في كلام بينه وبينه هالأيام بس ولكن جبران بالواقع أخطأ أخطأ عمل خطيئة عظمة بحقيه لأنه عمل ظلم إنسان ظلمه هو قوع يقول أنه أبدا ما كان ما ظلمني هو ظلمني وكتر لأنه بالواقع سحب الكرسي النيابية من تحت من تحت بقى هيدا شي خطأ كتير كبير ارتكبوا وأنا بالواقع أنا في نفس كتير قلولي طب خلص خلينا نصفحة جديدة لا أنا بالنسبة لأيلي بهالموضوع هيدا لن أسامح بشكل سهل نعم حضرتك كنت من اللي انتخبوا العماد عون رئيس الجمهورية كنت بالمجلس يلي انتخبه وكنت مؤيد لألو بحكم وجودك بقلب المجلس اللي انتخب الرئيس أنا كنت وقته وزير قبل بس مجلس الفان وثمانتاش أنا إيه أنا جيت بمجلس الفان وثمانتاش بس كان خيبة أمل هذا العهد أنت كمواطن لبناني نسي لزعلك من جبران بسيل ونسي لإنتي ماء لطيار بالواقع كمان هيدي إذا بدك شاب بيتر يعني شاب بيتر آخر أوكي من الموضوع السياسي يلي هو بالواقع صار فيه صار فيه نوع إذا بدك من العداوة العداوة معينة خلت القسم من السياسيين باللبنان أنه ينهج ونهج تعطيلة لفن خامة الرئيس ونحنا اليوم حقيقة الحكم أننا تبنى مقولة مخلونة أنا أنا بتبنى مقولة إي بتبنى لأنه أنا كوزير كانت شوف أنه بالواقع بدي أعمل أمور عديدة ولاقي بعض الوزرات يلي الوزراء على رأسه منهم منهم قريبين مننا سياسيا كانوا يعطلوني وشو مطلوب بني أعمل أنه صرخ وعيت أكثر من هك ما فيك تعمل على هالأساس أنا بقل لك أنه على مستوى ونوياء السياسية ونوياء الأصلاحية ما في شك أنه عنده كان نوايا يمكن كانت بتشيلنا من موقع لموقع آخر بالجمهورية شو المخلي هالنوايا هي التعطيل في ناس بيتهموا كمان هون جبران بسير أنه السائل للعهد خليني أقول أنه التعطيل بالأول لأنه الطبقة السياسية لدينا بلبنان يخز العين طالما هي موجودة طالما ما رح بيك شوف رأي جمهورية هي ذات ما رح بيك شوف رأي جمهورية هال هاي الطبقة هي السياسية طبقة بالواقع مستفيدة غالبية الساحة من الفاسدين غالبية الساحة وعلى الأساس هيدا أي عملية إصلاحية بدأت طالهم أو بدأت طال أغلبيتهم لأنه كلهم منغمسين بالفساد كلهم بستثناء طيار نغمس بالفساد النائب جبران بستثناء نغمس بالفساد لا ما فينا أعرف أنا ما كنت حقيقة من فريق المقرب لأ جبران بالمواضيع لحتى أقولك أنه نغمس أو ما نغمس جبران بس فخامته أكيد لا جبران بس ولي ما تصرف تصرف بالواقع على المستوى المطلوب بوقته لأنه كان عنده قدرات غيره ما كان عنده هالحظ أنه يقدر يخذها القدرات التي كان عنده إياها ما شفنا أنه بالواقع عمل شيء تغيير بمواضيع من هذا النوع كوزير استضمت بواقع كنت عم تقول أنه ما قدرت فيه ناس عرقلوك بقلب وزارتك أكيد فيه مدير عام محسوب عفريق وهذا الموظف محسوب عفريق ورئيس محسوب عفريق استضمت بهذا الواقع بهذا التركيب اللبنانية أكيد أنا وقتها أقلت المدير عام الوزارة بالتكليف كان بوقتها وزارتي أنا لأنه كان عم بعرقل مدير العام أكي بس ولكن هاي هاي القدرات فين أعملها لو كان المدير العام بالأصالة ما كان تقدر عم معه شي بس ولكن أكيد أنه وقت الواحد بده يجي بفكر إصلاحي أكيد أنه بالنتيجة بده يقدر يكون عنده السلطة والقدرات أنه ينفز أناعاته بموادية من هذا النوع بس ماذا لو تأخذ قرارات بتروح على الجوارير يعني أنا الاجتماعية يلي موجودة بذات الشؤون الاجتماعية وقتها كنت أعمل مشاريع تنمية ما شف إلا بالواقع أنه يحكوا معي أنا ماضي حوالها 300 وكذا مشروع تنمية إدارية بالبلد عنا إدارية واجتماعية خمنت أنه كلها رحت على التنفيذ بس بأخر عهد كوزير اتبين لأنه سوري سور بما فيهم جبران كان يقال لي وين 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 أنا مضيت لك شو المطلوب بني مضيته لأنه مضيته لأنه في ده كنت عم عم بارس بالواقع الإصلاح والتنمية الإدارية المتوازية بكل بكل لبنان كانت في فئة تستفيد وفئة ما تستفيد نحكي طائفية نسير لا قال لك أنه كان في ناس يكون عندها حصة حسب المنطقة يلي أنا كنت ماضي على إنشاء تنقول مشروع تنمية إدارية معينة ومناطق ما يصير فيها وضحنا أكتر وضحنا أكتر المنطقة المحسوبة عمين كانت تستفيد خيفة في مرضات المنطقة مثل منطقتنا نحن منطقة تشوف فيها اليوم تعايش اليوم الدرزي المسيحي الشيعي من أكتر طائفة أو فئة كانت تستفيد من وزارة شؤون الاجتماعي لكن أنا بالنسبة لأيلي بالواقع أنه من الموضوع هايدي ما فيني أنه روح على مين استفاد ومين ما استفاد في كتير ما استفاد تعرف كتير منيح أنا مشيت مشيت بموضوع ضرورة التنفيذ تلك المشاريع بأنها دي أنه هايك لازم بتكون الأمور بس وليك لتطبق بالواقع في أشياء كتير ما تطبقت ليه لأنه من منع حطت بالجوارير يا خيال أسباب مدية لأنه كان فيه ناس بيانلي فيما بعد هلأ بمدي أنا أنه تكون حرقة اليوم أنه توصل لعملية أنه أنا عم بكشف أسرار وعم هذا المدير وهذا الرئيس المطلع وهذا الرئيس الإدارة فيه هي موظفه رئيس موظفه موظفه مرجعته السياسي بلا في مرات كمان بالداخل أنت تعرف أنه حقيقة اليوم موظفي الوزرات مرات عندهم قدرات أكتر من الوزير أكيد كان عندهم قدرات أكتر الوزير يعني مثلا إذا كانوا واحد يستفيد من شيء ما بجمد المعاملة حتى بجروره إلى أن حقيقة توصل الواضع معين أنه حقيقة فعلي هالأد بشأن لحط أكيد كان في فساد بوزار الشون أكيد كان في فساد أكيد كان في بقول لا ما في عظيمة شفوه ذات الشون ما رأوا من بعد مثل كل الإدارة ما رأوا من بعد مثل كل البزارات عندنا بالربنان وهذا هو الموضوع طالما نحنا هيك ولكن لن يكون هناك رأي سمهورية بهالحالة لأن نحنا برجع بقول أنه ما تغير شيء لا تغير شيء بدك تطيح بكل الطبقة الحاكمة بالربنان ومن وين بتجيب ناس من غير كوكب بدك تطيح فيها كلها وإذا ما قطعت فيها حبثا أنك تحكي بأمور إصلاحية بهالبرد وهذا الشغل اللي عم بطلبه أنا هذا الشغل كتير صعب مستحيل مستحيل تستوجب ثورة على طريقة الثورة الفرنسية 17 شين كانت أمل ولا لا أنا بالنسبة لكانت أمل أكيد بس ولكن ببدايتها بس ولكن بعد ما شفناها صارت دوتهم وينهم هلأ دخل 17 شين لأنه بوقتي أنه كان وقت يصلنا أخبار فيما بعد من بعد انطلقتها يصلنا أخبار أنه بيدفعون من السفرات كذا عشرة دولار وعشرين دولار بينزلوا العالم ما بيدفعون ما بيدزلوا هايدي هي السورات هايك بتكون السورات هايدي مبرمجة ممنهجة مدفوعة فاسدة من هايك تبين بعدين أن نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم ليش ما صارت فيه عملية تغييرية على بتقل إذا بدك أو بحجم المظاهرات اللي صارت أول أول أسبوع من ما يسمى سيد الحركة أنت جيت كتلة نيابية اليوم موجودة بالمجلس ومنطقتك ممثلي أين نحن من تلك الكتلة اللي هي هل قد نحن كنا منتظرين أو الشعب اللبناني هل قد منتظر كتلة بهذا الحجم أو كانت منتظرة كانت تسونامي يحصل بالبرلمان اللبناني شو رأيك بأداء النواب وخصوصا يعني من منطقتك نجات صليبة أنا لك لح تقل لك يعني هائتك بدك نوي تعمللي عدوات مع كل العالم وهلا عامل عدوات مع كل الناس يزيدوا واحد لا لك عامل عدوات أوكي بس ضميري مرتاح أكيد أكيد مشكل أنا معانتي مشكل أبدا بالمواضيع هذي بس ولكن خلي نقل لك أنه اليوم نجات حسب اختصاصة بالنتيجة يعني أكاديمية بالشؤون البيئية مختصة بس ولكن كما تسنى اليوم النايب شو في يعمل بالشؤون النيئ البيئة يعني مع تصمي بالمجل مع تصمي أوكي يعني ماشي الحال يعني موقف تعبير عن موقف معين أنا بأيد الموقف أكيد بأيد الموقف بس ولكن على أن على أن يصل إلى مكان ما بس أنا بشايف أنه رح بيوصل إلى مكان ما يعني حرام ساعة أنه بالبقاء هالآن كونفور يلي بدون يعيشوه من مجلس النواب حاليا عتلين همه نواب الخلف عتلين همه أو العتلين هم لا لا مش عتلين هم مش عتلين هم بس ولكن أنه ما نمتظر شيء أبدا أنه شو ممكن يصير دكتور اعتزلت سياسي أو بعدك عمشتغل سياسي لا عمشتغل فرغت للطب أو بعدك عم بتنسق بين الاتنين عم بتنسق بين الاتنين مثل كل حياتي هاي كل عمري كان لا أعد خمل لأنه موضوع السياسي هو موضوع منه هو أنه أنا قررت أعمل السياسي لحط له شو أوف أوكي أنا بش هيدا همي أبدا أنا اللي تعرف تبوقت كل المناصب على السعيد السياسي يعني وبالنتيجة ما كان ولا مرة إلي أنا عملي أنه استقتال على موقع سياسي معين بس ولكن هيدا خيار عندي بحب خدمة العالم بحب خدمة المجتمع وأهل منطقته بيعرفوا تماما قداش تعرضتوا كنت أولها قاله يا هلا جبران بالتحديد أنه لك يا عمي هيدا هي النيابة خدمات 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 العالم يمكن كان ياخد يمكن كان كان ياخد علي أنه أين أنت من القوانين بمجلس النواف اللي هي مطلوبة منك لاش كان في مجال أنه يخلونا مجال حتى نثن قوانين ونشرع ونشرع وعليك الحال على كل حال استزداري وقتي وكرت ما تنفذ ولا هذا بدي أقل لك حتى الاجتماعيات اللي عم بتصير مثل كأنه فولكلورية بتصير يعني أنه يلا من من صرخ ومن عيت وكذا لنعمل قانون القانون بيروء على الجرور في شي بكل تجربتك سياسية بالوزارة وبالنيابة هيك شكلت خيبة أمل لألك كلها صدمات ما هو دي هو دي صدمات وخيبة أمل أنه أنه هادي هي أنه ما بتشبه أكيدا ما بتشبهني بس بريكن يجب النضال والاستمرار بالنضال لمين تترك الساحة بالنتيجة لأنه بتوصل لوقت أنه حقيقة بتنقلي بالأكترية بتصفي أنت دي أكترية ما بتضلك على كل حال بس بريكن إذا كان حقيقة بكتتخلى على كل شي معناها تتركت الطريق تركت الساحة فاضية أمام المتربصين إذا ما بدك والفاسدين بالدولة الليبنانية وهذا الشي اللي نحن موجودين في أفراد عائلتك زوجتك أفراد عائلتك شو قلولك وقته تم إقصائك عن نياب لا أنا بش ناطر أنه شو بد لا أبدا أبدا صدقني وقال لا في أفراد من عائلت بعد ما استقلت من الطيار في أفراد من عائلت ما استقلت أنا مضغط على حضن بقلت لحضن بهالموضوع وعد خمل لأنه بالنتيجة لأنه مبادئ هي مبادئ يعني يعني بش أنه أنا اليوم استقلت من الطيار رح يروح بعمل كتلة وطنية أو رح يروح مع احترام للكل طبعا أو رح أعمل ونعرض ونعرض علي بس أبدا ولا ممكن أنا مبادئ بتظل مبادئ هي أنا مقتنع فيها بس بكتنع فيها بكون مع حضن أنا لا بديش كون مع حضن أبدا لاش حضن ما بيكون معي لاش أنا بدي أكون مع حضن أنا مستعد أن نحط إيدي مع حضن وحضن وحضن لنقدر نعمل حقيقة قوة سياسية معينة لحتى من خلال نقدر نغير الواقع أنا عايش في بس لقلت وقت الانتخابات أنه أنت مؤيد للوزير السابق ويأم وهاب لي اخترت ويأم وهاب لقل لك أنه موضوع السابق ويأم وهاب يعني كنت عم بحكي هو صديق هو صديق صديق وبعدين تاني شيء بالوائع عنده حيثية بالشوف وبرهنة اشتبعك أنه بالوائع لو ما صار فيه ضغط من الحزب بالتحديد على ويأم وعلى المير طلال أنه بالوائع يشكلوا ليحة وحدة مع الطيار الوطني كانوا يشكلوا ليحة كنا بيصدد وأنا كنت واحد منهم هذا اعتراف اليوم أنا كنت واحد منهم رح نكون على الليحة وكان عندي الحظوظ القصوى أنه ما أفقد بعد النيابة هيدا رح تصير صار في ضغط من قبل الحزب على بس بالالفان وستة عشرين رح تصير هاي الشغلة لوقتها تنعيش لوقتها بالأول يعني الحمد لله بس عندك النية أنك تترشح نية كمان لوقتها لأنه أنا منه هدف عندي بس بعدك عم تواصل مع أعادتك بعدك عم تفعل الخدمات قدر إمكانياتك لكين أنه معقولي أنه وقت الواحد بيحكي معي بيقول له أم مدق فيه أنا خلط تركت العمل السياسي أنا تركته قصرا من هيك أنه هاي النقطة الوحيدة اللي بدي شيلها من حساباتي قصرا ما حدا بيمنعني أنا بقول كأنه شو بدي شو ما بدي أوكي بقى غلط كتير معي وقت جبران بسير حول موضوع من هذا القبيل هو بيعرفني تماما منه ماريو بعدك مقهور يعني رح تجيب لق سنة وبعدك مقهور مش مقهور لا أبدا نفشل أنه حدا يقهرني بس ولكن عندي مخطط عندي خطط براسي يعني عندي أناعة عندي أناعة بالنتيجة أنه أنا ظلمت ما قلتلك أنا صفي أنا تعرضت لزلامي لا يا حبيبي رابطك تظلمني شوفيني لني إنسان معلم مسقف النقيب للأطباء بوقت مراكز عديدة على مستوى الرسمي باللبنان وين كيف بأي قرار بتستبدلني هل إنه بالوع إنه أنا فاشل حتى بدك تستبدلني ما حزب بيخد قرار عني بالموضوع حتى بالأحزاب حضرتك من تمي لحزب مشبور تلتزم بقرار رئيس الحزب لا أبدا ما أنا مشبور ما أنا مشبور نحن عايشين بلد ديمقراطية حتى بقلب الحزب بدي يكون فيه ديمقراطية ما في ما في برجع بقلك إذا كانوا ديمقراطية تسلط أنا ضد ضد ديمقراطية بكل وضوح تسلط ممنوع معي أنا ما بحدا بتسلط أنا زلمي حر حر بحياتي اليومية على هالأساس أنا بتعاطم بحياتي وبيومياتي بحريتي التامة الفكرية والعملية وكل شيء بحياتي بس ولك عندي قناعات القناعات السياسية شيء آخر قناعات السياسية ما خيرت يعني برجع بقلك إنه ما حدا يقول إنه ماريوان فالمن هورح بروح لغا ما حلتقل أعوذوا بالله نواية في نواب حاليا موجودين بالطيار بيتواصلوا معك أو بتتواصل معهم ليك خليني إليك إنه أو كلهم تخلوا عنها أنا 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 صعب المراس بحياتي اليومية يعني وراء كنت أنا طبيب إنساني ومنفتح على العالم كلها بس ولك إنه عندي صعوبة كتير عنيد عندي صعوبة مش عنيد لا ما أنا عنيد بس عندي صعوبة كتير أنا خيل ليه ما يتلفن لك ما يتلفن لك لك مرحبا كيف ماذا أقول لك يعني بعد كل اللي صار معك مرة في 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 هو أصدقاء حسب لك لك بالمناسبات 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 الأعياد وبعض المناسبات بلا بيجين البعض منهم بيتواصلوا معي بس ولكن غير هيك أنا شخصيا ما بيخل مني صاحب مبادرات تلفونية مني صاحب مبادرات تلفونية تلفوني صعب معروف عني أنا ما بتلفن هلأ في عشاء للطيار هيدا العشاء التمويلي يعني خليني قلق لك انو كنت تروح عليه كنت تروح عليه بالسابق كنت روح عليه بالسابق طبعا كنت تعمل طولات لأنو بالنتيجة أكيد أنه أنا بكون يعني بالمسؤوليات مسؤوليات حزبية ومسؤوليات رسمية أكيد أنو بالنتيجة بروح على لكنه يدفعوك العشاء يالي الفيز الفيز اللي حطينا لا أنا ما كنت أبدا أنو إذا فكرك من فكرك من وعليك الحال يمكن تشوف بكرة صالة ملينة بس هاي الصالة مالية بعض المتمولين وعايز مين الباقيين كاليتهم على حسابهم أنا أكيد لك يعني أنو متمولين أو المنتفعين متمولين ومنتفعين ومنتفعين وطامحين بدك كلهم على بعضهم أوكي يعني الله ناعم عليهم بالأموال أوكي مطلوب منهم أنهم يدعموا الحزب وهذه طريقة لدعم الحزب على كل حال على الصعيد المادي الله يوفقهم شو بدي أقل لك يعني أنو مش مش عايب على كل حال في مؤتمر كمان وعم يحكي بتعديل النظام الداخلي بحاجة النظام أنه يتعدل كتير بالطيار صلاحيات كلها عند الرئيس كتير بحاجة أنه يتعدل النظام على كل حال بتصور أنه هلأ صفائنا كمان يعني أمام صعوبات حول المواضيع من هذا النوع لأنه بالوقع الأبراي ما هيدي الطيار أو الحزب بنا ما أحصلها بالطيار الحزب حد ذاته بالنتيجة هو بتكون على شاكلة من يؤسسه أوكي يعني بشيل هاي لاش عم يشيل لاش عم يحول يشيل لأنه هو بش ضمنه منه ضمنني أنا أنه أيما مثل هلا منك بالجايب يعني أي منك بالجايب بس أنتقول رئيسة جمهورية قد قد يكون براسه مش براسه أنا أكيد أنا مفخون أخبرت منه أوكي بس وليكي قد يكون أنه كان براسه أنه يا خي هيدا أنا مبوسة 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 ينتخبني مبوسة أنه ينتخبني إذا ما ترشع على الانتخابات أكيد بس في ناس هلأ وجودين بالتكتل ما بيوسأ فيهم نائب جيب رام مصدوب ولو طلع بأيده وشيله وكان شاله حيوان حيوان أنا أعمل عدوات ساعتها معهم هنا أصدقاء يعني أنا 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 كل تكتل أصدقاء اليوم بس كم واحد يعني أوكي كله أصدقاء بس ولو كم هم بتواصل معهم بقى التواصل شيء آخر وقت البعوض هم بتواصل معهم إذا عدت نلاقي شيء أوكي بس ولكن إنه خلي نقول إنه آآ يمكن من حقهم يشتغلوا بهالطريقة يمكن لو كان مريعون مليونير ما حدا قدرزيحه لش لا بساهم بكون عنده مساهمات في ناس عملوا نواب لأنون بساهمه يعني ممكن 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 ابتسامتك ما بتقول ممكن ابتسامتك بتقول أكيد بلا إنه دائما ما هي ما اسمه سلطة ومال للبجتمعات دائما المال هو حقيقة مساهل كثير هيا ناس بيدفعوا مساري لجبران بسير لا يعملوا نواب هيك ما بعرف هاي ما عندي عن جد ما عندي ما عندي ما عرف يا ذو أنا مني لا بمحيط برجع بإلك مني بمحيط بسمع بتشوف مني بمحيط ولا أستاذ جبران بسير المباشر مني بمحيط المباشر أنا أنا هو هو يعني روح على مكتبي روح على عياتي بيجي على بيتي بس أنا ما كنت ما كنت تقدر تشوف ري أنا قاعد بمكتب وناطر ولا جبران بسير لحتى يستقبلني ما حياتي يمكن لو كنت عمل هيك تغيرت الأمور يناس بيعملوا هيك أو أو لك مين النايب اللي بتقله فيلم من الطيار محلك مش هونيك بقى سمي لإسم أنا بقله نايب بتقله فيلم الطيار بطل محلك معه سمي لنايب لا براف كل واحد ولا قادر يبقى يعني بالنتيجة عم بيخد مقعد نيابي التمثيلة وعنده أكيد أنه من بخلفية كمان إذا بدك العنوين الكبرى للقناعات السياسية الكبرى يلي هي سيادة لبدان والبلد نظيف وفي حكام نضاف هذا الشي بس في كمان في خلفات داخلية بالطيار في مجموعة من النواب ما بتتفق مع نائب جبران أنا بسمع حول هذا الموضوع كنت تشوفهم باجتماع تكتل مزبوط بتباين أنا بسمع أنه في كتير تباينات بس ولكن حتى إشعارا آخر يبدو أنه كان يحجب أن يدفع السامن ماريو عون وزياد أسود وحكمة ديب إلى حد تتواصل مع زياد أسود أيو جمعتكم المصيبة مطر ماضي إيش لعندي يعمل الزيارة بس ولكن أنا ما كنت بالبيت جمعتكم المصيبة لا أبدا أحدا من كل من كل التكتل وأعضاء التكتل حنجد أنه هو ما بحبه ما عندي شي على أحدا عم يتصل فيك ما أنا بحبه ما أنا بيقللك ما أنا بيسأل عنك إيه ما حدا عم يسأل عنك منهم لأنه ما قالوا مصطحة معي ما قالوا مصطحة وقدم يكون عندهم مصطحة عم يحكوني هاي مش قللي توفى إيه مش قللي توفى لا ما خاص أنا ماني بيش خدموا حتى أكون عندي زميلون كنت ما بيسألوا عنك مش بالضرورة أنا هايدي ما بوقف عندها برج عم قللك ما أنا عندي صعوبة هنا عندهم صعوبة ونتعرف إن هنا عندها كمان العنطزة لبنينية مين فيتصم بمين أوكي نا أنا ما أنا ما مين النائب الأكثر تزل لفن ده جبران بسي هايدي سألة سألة لغير بش لأدي ما رح بقولها بس فيه موجودين أكيد فيه أكيد فيه الأكترية بالتكتل أو لا الأكترية هن فيه كتير متزل فيه الأكترية من المتزلفين أو من الأصحاب الرأي فيه اللي أنت بتعرفهم أكيدا عم تسألني بتكتخذها مني لألي العملية هم ناخد رأيك فيه منهم أكيد اليوم بالطيار هني بلوقع إنه مت كانوا لسيقة فيه لجبران بيضلوا على طور حوالي وبيستفيدوا طبعا من السلطة اللي بيأمنوا لياها هو ساعة تفي نايب بتقله لجبران بسيد بعده عنك قيد النايب لا يرح ببعده إذا أنا بقله بيقربه زيادة بيقربه زيادة نعم إذا أنا بقله لأنه علم بس بينواب لازم يبعدهم علم أنه أنا اللي بكون صادق معه بالموضوع وهذا الشي اللي كان بيعطي قوة أكتر وبيعطي قيمة أكتر بس فيه ناس لازم يبعدهم برأيك أنا برأيي لازم هو يبعد أي لهالدرجة نعم اليوم الطيار برأيي أنه ممكن ممكن أنا أعيد النظر بأي شيء بالطيار الوطني لأنه ما غيرت مبادئ أنا إذا كانه حقيقة أبعد إذا اليوم بطر رئيس الطيارة الحر هو جبران بسيد بترجع على الطيار ما فيه مانع أنا أقول لك مبادئ ما غيرت ما غيرت بس وليكن أنه اليوم فيه عندي عقبة اسمه جبران بسيد فيه حدا نقدر يزيح جبران بسيد على رئيس الطيار يعني خلينا ننطر مع الزمن مع الوقت يعني شو بذل خلينا ننطر يعني لك ما فيه شيء ما بقلو نهاية عند ربنا ما فيه شيء هذا الظلم برجع أقول لك ظلم ظلم أوكي قداش فيه ناس اليوم بيطأوس علي بالسوشال ميديا والبداك فيه شو بطأوين موصي بس ما فرقاني ما علا أنا بعرف والعالم طارف مين ماريون أوكي على هالأسس أنا عم بحكي اللي عم بحكي عم بحكي ضميري عم بقلي أنا قلبي ضغري وراسي هني زيتهم اليوم فيه شغور رئيسي حضرتك كسياسي وكطبيب مين هيكل عنده العلاج للوضع اللبناني اللي يجب يعمل رئيس لسا حضرتك نايب كنت بالبرلومة ومين بتقول هيدا الأفضل أنا لأنتخبه يعني خليني لك أنه طبعا طبعا أنه لك برأيي الفشة الخلق الحقيقي المزبوطة عندي أنا بكل اليوم اللي المسترئيسين بعد ما إشت ما عندي إيها أوكي فشة الخلق يعني أنه هيدا 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 يجب أن يكون رئيسنا أكيد أنه أنا طبعا في المواصفات الرئيس معروفة أنه بالنتيجة أنه أنا كرجل علم بريد أنه يكون الرئيس هو أول شيء رجل علم رجل معرفي رجل حبرة رجل أوصفات متوفرية شفافية ونظافية ومتوفر في شيء متوفر عند فلان وعند فليتين ما في شيء إذا بدك لأنه رئيس الجمهوري هو المسألة الأعلى أنا بالنسبة المسألة الأعلى ولكن فينا يقول لك أنه يمكن أن تشوف أنه بقائد الجيش والأقرب هو الأكثر إذا بدك يعني قربة من أفكار المطروحة في كمان طامحين بقلب الطيار يعملوا الرئيسة الجمهورية وفي أسماء عم تتداول إيه ولاش لا لاش لا لاش على طول من اللي بيمنعون لاش على طول جبران بسيل رئيس حزب يا هو يا ما حدا أبدا ما حدا يفكر ما حدا بيعلى مليمتر عنه جبران من الطيار خارجي يعمل رئيسة الجمهورية بسمي فيه بكون عم رشحهم أنا أنا مش مطلوب أني رشح حدا على رئيسة الجمهورية أوكي أنت عم ترشحهم أنا حل المشكلة اليوم بيبلي في رئيسة الجمهورية هذا على الأكيد رئيسة الجمهورية بالوقع حامل صفات يلي عم قل لك أنا أوكي النظاف العلم والمعرف ونظافة الكف أوكي والشفافية بتصرفاته هذا هو الرئيس الذي يمكن يشيلنا من الأزمة التي نحن فيها حاليا من الطيار سأقول لك اسم إلي إيه أو لا بس إلي إيه أو لا تهين لك ياه ألاعون كلهم في من بركة ألاعون إيه أو لا أنهم خرج يكون رئيسة الجمهورية أكيد أن عندهم مواصفة يعني براهيم كنعان ليش لا وكمان بي عندهم مواصفات ندب ستاني مين ندب ستاني ندب معنى شي خبرتها قليل بعد بالمجتمع السياسي باللبنان ليش لأن قريبا من جبران بسير يعني إذا بدك هيد هيد إحدى العلل سيمو أبي راميه عسلمته سيمو كويس بس ولكن أنا برأي في مواصفات بتنقصه يعني إبراهيم وقالا أقرب يعني إذا بدك أكيد ممكن ولاش لا هلأ روحتهم إذا إذا تعمت روحتهم من هي أنا ما دعمت حدا قلتلك أنه خرج لاش لا قلتلك إيه لاش لا ما قلتلك أنه إيه أنا عم رش ما رشعت حدا أبدا لا بس أنه خرج يكون أنا بالعكس قلتلك بنظري اليوم قائد الجيش هو الأكثر تمخينا يعني بالوقت الحاضر لي يتبوأ منصب رئيسة جمهورية هذا رأيي لا إله أوكي بعدين في نروح إلى أبعد من هيك أكيد أنه في عندك اليوم أسماء كتير نظيفة بالبلد كمان وما تروح ومعلم ومسقفة وما عندها ثوابق انغيماس بالفساد لاش لا كمان شو بدي إليك مثلا نحنين لاش لا صلاح نين صلاح نين لاش لا أوكي هودي يعني كمان كمان اللي كان ضيفك جمعة الماضي نائب نعمة فريم نائب نعمة فريم كمان لاش لا يعني أنه هودي في أثامة جديدة معلمة مسقفة يعني أنه بالنتيجة بتتجاوب مع طموحات العالم اليوم التغييرية عمقول أنا من كل النواحي حمدين صفات يعني وقد يكون بشكلهم هودي في حدا بي في فلدة شورت يعني كمان حامل هاتصفات ليش لا إذا إذا نحن بالسياسة اللبنانية كل شي بيصير إذا جبران بيصير عمي رئيس جمهورية عمي رئيس طيار فلات متطير إذا عمي رئيس جمهورية شويت فيلم البلد لك بالنتيجة يعني حتى أنا يعني بأقل التعديل فيني أقول لك أنه جبران رئيس جمهورية بلبنان يعني مسيرة العيشين حاليا التعيدات والتحديات تستمر ما 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 لاحظ شغلي دكتور كل ما بتحكي عن الجبران بيصير بهايك بتشد عيونك عباد بتكشر يعني إي بكشر لأنه بالواقع اللي عملوا معي محدا مش مقبول أبدا يعني أخطأ كتير 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 أنا أنا نتبه أنا زلمي مسيحي مؤمن منفتح مسامح بس هالإنسان مش قدرت تسامحه هالإنسان مش قادر تسامحه على اللي عمله مع مين مع مين في شي جواتك كنت بكتقل له إيه وما قدرت تقلت له هايدي هايدي شخصيا هايدي ما في الشات خلقك هايدي 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 إحساسي اتجاهه يعني أنه باليوم رح ننهي هالحلقة نعطيك فرصة توجه لجبران بيصير بشكل مباشر الشي اللي ما قدرت تقل له إيه توجه بوجه وتفشخل قاله إيه هلأ على الكاميرا هو يعرف لك زرامي تفشخل على الكاميرا لحتى أقل لك أنه ما أنه زكي لا زكي مكتر كمان بس ولكن عليه هو أنه يتطلع بكل شي عمله لحديد هلأ توجه له إيه يا جبران بسير عمول هيك توجه له شو بتقل له أنا شو بتقل له بقل له يا جبران بسير طبق أول شي الأفكارك الأصلاحية أوكي طبقها بالفعل مش بالقول أوكي أنك أنت يا رب الشفافية والجرأة والإدمية واللي بدك بقى أنا بقل له أنه بلش طبق أول شي فرجينا عن حق وحقيقة أنك أنت هايك بس ولكن بتصور سبق السيف العزم لأنه بالنتيجة الظلم ماريو عون الظلم غير ماريو عون وقت الواحب يعني الظلم ببيته بالداخل معناها شو بدي أنتظر منه على بالخارج ما بدي أطلب منه شي ما عندي شي قل له هو بيعرف حاله هاكل حال ما عندي شي قل له أنا برجع بقلك هالإنسان هيدا أخطأ 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 بحقه بقى يستفل يكمل بس في الله عم بيرقبه وعم بشوف مسيرته وعمله وإن شاء الله أنه كمان الغير كمان يعني بالنتيجة إذا كانه هو الأصلاح بالنتيجة بيرقبه وبتخسر التيونية تبعي بهالموضوع بس ما عندي مشكل أنه عن جد أنه أتخمر على الصعيد السياسي والموقع بحد ذاته أنه هادي هني يلي ما عم سامح من أجله هادي آخر همي آخر همي أنا أنا همي برجع بقول أنه البلد يرجع ينهض بطبقة سياسية مضيفة أوكي مثل ما أنا على التليفزيون بالبيت أستاذاني ما بحضر عن جد ما تزعل وين ما بحضر اللي بقى التوكشول بالداخل اللبناني بحضر على طول الفرانس فانتكاتر والألسي إي هادي الأد قرفين من الوضع قرفين ومسيسين لأنه مش هيك بتهونيك بتفتح تليفزيون بتتسقف بلبنان بلبنان بتقرف بتقرف عرف طب حضرتك طبيبو على تواصل يومي مباشر مع الناس وأوجاع الناس شو عم تسمع هلأ من الناس في المرحلة لك لا الناس حقيقة أنا قلتلك كمان بأول حلقة أنه أنا عندي تعاطف كتير ضمن قواعد يلي هني حزبيين اليوم بالطيار كتير عندي تعاطف إلا يلي هني حقيقة الحلقة المغلقة يلي هي حوله لجبران يلي هو أنشقهم وخلق لهم مناصب جوبات الطيار خلى مناصب أخلى أقوله حتى يعطيل الكل حتى يكونوا راضيين عنه شوف عم تحكي عن نواب الرئيس كل شغلة كل شغلة أربع نواب الرئيس بتشوف بش مد بالنوابه بس بش بس نوابه شوف بقلب الحزب صاروا حتى بيخمنوا بقلب الحزب كل واحد بخمن اسمه منسق بيخمن حاله أنه فوق النايب والممثل الشرعي لشعب معي لأنه هادي هي إذا بدك المدرسة اللي علمهم فيها بكتور ماريو عون شكرا للك ميرسي يعني أنه حقي أنا كنت بش مقدر أنه هلأت بدأ يكون المحور هو جبران أنا جراب طلع حتى بأخي سؤال جراب طلعك من جبران بقيت من جبران لأنه أنا بالنسبة لألي عن جد حكيت لبدي أحكيه وبرجع صفوات مثل كأنه دايما أنه متلازم اسمي اليوم مع المعركة بينه بجبران هذا أمر واقع ما فينا ما فينا نطلع منه بيعطيك ألف حافظ أهلا وسهلا فيك اهلا بكتور ماريو عون شكرا للمشاهدة